السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي اليوم رح أشرح كيف يتم تحديد فصيلة الدم للإنسان وشنو هي فصائل الدم وكل فصيلة تقدر تستلم الدم أو تنطي إلى أي فصيلة ثانية طبعا رح أبدي بكتابة فصائل الدم موجود أربع أنواع من فصائل الدم وهي الأي والبي والأي بي والأو كل فصيلة لها بوزاتيف ونغاتيف فرح تكون ثمان أنواع من الفصائل رح أبدي بالفصيلة الأولى وهي الأي بوزاتيف الأي بوزاتيف ينطي دم إلى فصيلة أي بوزاتيف وأي بي بوزاتيف يستلم الدم من الأي بوزاتيف والأي نغاتيف أو بوزاتيف والأو نغاتيف انتهينا من الفصيلة الأولى أنتقل إلى الأي نغاتيف ينطي دم لل-A positive وال-A negative و-A B positive و-A B negative يستلم الدم من ال-A negative ومن ال-O negative الفصيلة الثالثة وهي O positive ال-O positive ينطي دم إلى ال-O positive وال-A positive وال-B positive وال-A B positive ال-O positive يستلم الدم من ال-O positive وال-O negative طيب عدنا ال-O negative ال-O negative ينطي دم للكل يعني ينطي دم إلى الكل يستلم الدم من ال-O negative فقط الفصيلة الخامسة وهي ال-B negative ال-B negative ينطي دم إلى ال-B positive وال-B negative و-A B positive و-A B negative يستلم الدم من ال-B positive ومن ال-B negative وال-O negative عدنا ال-B positive ال-B positive ينطي إلى ال-B positive وال-A B positive ويستلم الدم من ال-B positive وال-B negative ال-B positive وال-O positive و-O negative طيب عندي A B positive ال-A B positive ينطي دم إلى A B positive فقط ويستلم من الجميع عندي A B negative عندي A B negative ال-B negative ال-B negative ينطي دم إلى A B positive و-A B negative ويستلم من ال-A B طبعاً هذه شرحت بيها فصائل الدم الأربعة كل فصيلة إلها positive و-A negative وكل فصيلة تنطي إلى فصائل معينة وتستلم من فصائل معينة هسا رح أشرح كيف يتم تحديد فصائل الدم للإنسان طبعاً يتم تحديد فصائل الدم من خلال طريقتها الطريقة الأولى باستخدام الشرائح slide والطريقة الثانية باستخدام الأنابيب رح أشرح كيف يتم تحديد فصائل الدم باستخدام الشرائح أو من المرمر تكون بهذا الشكل وعدي مثلاً هذا الأسبوع أخذ ثلاث قطرات دم عندي مثلاً هذه القطرة الأولى وهذه القطرة الثانية وهذه القطرة الثالثة رح أجيب مضادة A anti-A anti-B anti-D رح أضيف قطرة من مضادة A على قطرة الدم الأولى والـ B أضيف على قطرة الدم الثالثة والـ D أضيف على قطرة الدم الثالثة هنا أنا عندي إذا صار تفاعل أو تخثر مع هذه القطرة يدل على أنه الدم نوع A أما إذا صار تفاعل مع القطرة الثانية اللي يضفنا عليها مضادة B يدل على أنه هذا الدم هو B أما إذا صار تفاعل مع أو تخثر يعني مع الأول والثاني اثنات لنفس الوقت يدل على أنه الدم من النوع A-B أما إذا ما صار تفاعل لا بالقطرة الأولى ولا بالقطرة الثانية يدل على أنه الدم نوع O طيب هس إحنا عرفنا نوع الفصيلة أريد أعرف positive أو negative هذه نعرفها من خلال القطرة الثالفة مضادة D اللي هو العامل الرئيسي هنا إذا صار تفاعل أو تخثر هذا يدل على أنه الدم positive أما إذا ما صار تخثر فهذا يدل على أنه الدم negative لهنا ننتهي هذا الفيديو أتمنى أن يكون واضح للجميع إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار قدرون تراسلوني السلام عليكم ورحمة الله